حياة العراقي صارت مجموعة أزمات ما أن تخلص وحده حتى تطلع لغيرها العن وعقد أزمات اجتماعية واختصادية وسياسية والسياسية بوحدها يرادلها خلق طويل وقلب مدشن المواطن العراقي يعيش بظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية اللي تصاعد كل ما اقتربت أو اقترب شهر رمضان قبل أكثر من سنة ونص سجل العراق ارتفاع بالأسعار بعد رفع قيمة صرف الدولار أمام الدينار العراقي ألا أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية دفعت الأسواق العراقية لموجة غلاء ثانية انعكست على الواقع المعاشي للفرد العراقي البسيط وعلى أثر ذلك تحركت الحكومة في إجراءات عاجلة وسريعة منها تشكيل خلية أزمة لمتابعة الأسعار تسيير فرق ميدانية لملاحقة المضاربين وتجار الاحتكار للبضاعة والسلع السهلاكية ورغم كل هذا ما تزال الأسعار عند سقف مرتفع وعلنت الحكومة عن توزيع مئة ألف دينار عراقي لذوي الدخل المحدود وحستيا من مفردات البطاقة التموينية اللي أيضا لحد الآن أغلب مفرداتها ما واصلة وبين الصدق والإعلان أربع أصابع والسؤال هنا إيش لو راح تكون مائدة الإفطارة العراقية أمام هاي الأزمات الاستثنائية عجيب المواطن المحدود الدخل والمواطن اللي بلايه دخل أصلاً راح يفطر صحيح إحنا أمام حكومة تصريف أعمال لكن البرلمان حاضر وبإمكان سن قوانين تحمل أسرة العراقية بشكل أفضل وسريع ولو الجماعة الله يعينهم حايرين بخلطة العطار ومو بحال أحد هسه تالي شلون نشد الحزم على البطون منذ الصيام طول العمر الظاهر هي ميج